اول فيديو اول منشور قام بنشري والد اللعبة من العماري السيد فواد العماري حيث نشر في صبحاتي على الفيسبوك قال القذر هو من يحمل بقلبه الكراهية والخداع والجبن عندما كشفنا الحقيقة وما حدث من خديعة داخل اورقة متخبنا لولمبي خرج الاعلام لأسفنا بالقذرين لكن الحمد لله التاريخ يعيد نفسه ويكشف من هو القذر الحقيقي هاي رسالة احنا نعرف كلما كمشجع رياضي نعرف انه من مواجهة عاش تيدك سيد فواد رسالة الى الكابتن عبدالغني شهد اخي اخذ الكادر مالتك وبرك الله بك وعوف المنتخب واطلع احنا قبلنا بمهمتك احتراما لانها مهمة وطنية ونعرف من اول يوم انت موقدها ونعرف شنو تفكيرك اكثر الناس تعرف السؤال فك رح يقولون قسم مجابلنا اربع نقاط ومدربين اجانب مون سووها يا اخوة علي من تجاب هداف علي من علي مارات هداف واحد اللعب اثمان المدافعين لو مباراة نويا سوريا يلعب لي خمسة مدافعين هو محتاج الفوز لو يلعب لي بالاكسباير وعنده لعبين جاهزين رادي شمرها كلها برأس زيدان اقبال والله شو انو مقبل ينزل دقيقة اربعة اثمانية صحته يحول الكرة انظار العالم حتى ليه هاجموه هاجموه زيدان اقبال لانو لاعب المفروض ينزل واني قلت لها تعال انزل دقيقة اربعة اثمانية ورفض ان ينزل اكثر الناس تعرف السوافك ومجرب قبل ويلاعبين المحترفين وشو سويتوا من عمارك بشرفك مانشستا ينايتد افضل ظهير عندهم بالرديف هناك تقعد احتياط لو تستعدها من القائمة جستيميرا منزل لحرك لك الملعب من طول العرض ومنزل ابراهيم بايش اللي لعب كم لعبه اساسي شنو اللي سوا للمنتخب انطيني نقطة واحدة سواها بايش عمي عمي كفيت وفيت يالله اخويا اخذت شوالاتك واطلعوا بارك الله بك وخافوا حد يطالب بيك فذول اللي هما يحبون يقلهوك والكابتن بسام رؤوف قاليك ياها انت جيت حتى تثبت للعالم انه المدارب المحلي هو اوضل المدارب الاجنبي واللاعب المحلي الاكسباير هو اوضل من اللاعب المحترف والمخترب جيت دقيت نعش واخر بسمر في تابوت اللاعبين المحترفين العراقيين يا اخي ما اعرفش اقول جبت لنا 4 نقاط عمي رحم الله والديك يلا اخويا الله ومحمد وعلويات اللي هنانا وكافي وهنا نجي على الاتحاد العراقي هاي رسالة الاتحاد العراقي بعد ما خلصنا رسالتنا الى مدارب عبدالغاني شيد عدنان درجال عدنان درجال عدنان درجال جيب مدرب بي خير خلي هو يختار اللاعبي قدموا لا اسماء موجبوا لمدرب مساعد عدنان درجال جيب مدرب بي خير مدرب يعرف يختار اللاعبين مدرب هو يستنقل اللاعبين مدرب كامل مواصفات الفلوس اكو خير من الله يا اخي شن هالعقل يرعدكم يا اخي قدروا مشاعر الجماهي الرياضية العراقية والله العظيم دمعة البارحة دمعة عيون لما قاعد كافي والله شنو انت جاءت طلعون السفرات تتونسون اخي فكروا بمشاعر الجماهي الرياضي بس هاي نقول لك ياها هذه الماحة شينا برسالتنا الى عبدالغني شيد حول اللعب زيدان اقبال وذبية الكرة بملعب زيدان اقبال حتى الجماهير تعوفك وتركز على انه انا دقيقة ربعة ثمانية طلب الزيدان اقبال وما نزل رفض ان يزل يا اخي زيدان اقبال مبلغ المدرب بانه عنده اعلام مدرب اللي اقل بدنية صدار محمد صدار محمد ليش ما بلغك ما نعرف وقل لك اه طلبت من مدرب شهد انت طلبت من عندي مشاركة وما قدرت اشرح لك لانه عندي اصابة لاني لا اجد الاول عربية ولو كنت جاهز اشاركت ابن مبارات والدليل انه انت ما اشاركت ابن مبارات يا عبدالغني شيد لا تلومه والذب الكرة والصوج كله براسه وهنا نجي على التصريع عبدالغني شيد بالمؤتمر الصحفي بعد المبارات قال ان وضع المتخب عنده استلامي كان صعب جدا لدرجة افضل لاعب كان هو حارس المال وافهد طالب طيب اذا هو صعب جدا ليش قبت بالمهمة يلا واجب وطني على مدار تصفيات واناك فقر في التسجيل ايه وجبت زدت الطيم بلا فقر بالتسجيل نفس المهاجمين موجودين مديش الفترة بس ضفت لهم على عباس وضفت مهند عبدالرحيم اثنين ومشتغلوا دفاعا منتخب سوريا تصريح المسار واعتقد انه شيء ايجابي ونعود للمنافسة اخر مباراتين والله لو مراجع وخالنا الامل هو افضل وقال شهد ان الهدف مبك الفريق السوري اربك حساباتنا ايبا عساسة تجد تلعب اربع مهاجمين قدمنا ما علينا من اداء اي نعم نثبت انه دار المنتخب كان افضل لكن بلاعبين اكسباير وحل استفسار بخصوص رفض الزيدان اقبال يقول طلبت مننا المشارك دقيقة رضعا 80 وزيدان موهبة وشابة وسيكون له شيء كبير ونحترم قراره فهو عاد له طيب انت تعرف انه موهبة وشابة ليش ما اشركتها مبارات انت عندك مبارتين تحصيل حاصل ليش ما اشركتها لا اعتقد انه تاخرنا في التفديلات معظم وكات واقعية اي صحيح والدليل حساسة عبدالكريب نزل دقيقه هو موانيت نزل اخر بالوقت الضايحة مو اخر دقائق بالوقت الضايحة ونرجع يقول اني حبيت الضخم لاعبين اكثر بالشيق الهجوم من هو على عباس مهد عبدالرحيش تغله ودفاعه ترهبه ترتبت واهم اللاعب ومهاجم الدفاعي المنتخب سوريا نرجع انه الفريق السوري بالق في ضاعة الوقت ورجعوا الى الخير من حقه منتخب من يطلق خسران شو تتوقع يعني وانت لو فايت كان سوات الاتعس واصل اشهد ان الفترة اللي عملنا فيها كانت جيدة قياسيا الوقت القصير قدمنا دا جيت مبارتين اي لعبنا الدفاعي صحيح والفريق لم يفز منذ فترة طويلة والتريق كانت ثقيلة وهناك العديد من اللاعبين بحاجة لتصاعدوا روح المعنوية منهم يعني مثل مشارسين توب الدور القطر باسم المنتخب العراقي خرقه طوبة معرفة يسيطر عليها ضرغام يعني شوي اجاد اللعب لكن طوبة معرفة يسكنه عمد بطلوه